اشتركوا في القناة هو يقول يقول كنت في إحدى السنوات هذا شاهدوه في احتضاره في احتضار المحدث الشيخ عباس القمي رحمه الله صاحب مفاتيح الجنان شافوه مو على وضعه قالوا لشيخة نشبيك انت الآن كل الشيعة يدعو لك انت الثواب اللي ستحصل عليه لا يعد ولا يحصى انت ألفت كتاب هذا الكتاب صار قرين القرآن كل بيت شيعي في هذان الكتابان كتاب الله ومفاتيح الجنان انت اي ثواب عندك وهل مصنفات النافعة هل مؤلفات وهو هم رجل كان زاهد متقي من اهل الله من اولياء الله الصالحين فانت ليش مضطرب في حالة وفاتك يعني شن مما انت تخاف يقول ايه كنت ندمان انا خايف من شيء واحد شنو هذا الشيخنا قال كنت ذاهبا الى الحج في سنة من السنوات فناقشني احد علماء العامة اردت استجازته فقال لي انتم الشيع الرافض انتم تسبون ام المؤمنين عائشة يقول انا مع الاسف خرجت عن طوري عن يعني عن ادراكي انا ذاك غفلة قلت له لا نحن لا نسبها اخشى ان الله يحاسبني على هذه الكلمة وضعي متمام وخايف انا الان انه كيف تنفي انك تسبها وانت قد سببتها واهل هذا المذهب يسبونها ويلعنونها ويبرؤون الى الله تعالى منها هذه المنافقة الخائنة النذلة ليش تقول هذا الكلام شوف شلون كان وضع خايف لمجرد انه قال لا نحن لا نسبها وفي حالة فردية لا القى خطابا بذلك لا اصدر بيانا بذلك لا ترضى عنها ما ترضى عنها ما ترحم عليها شلون واحد يترحم على قاتلة رسول الله صلى الله عليه وآله شلون واحد يترحم على محاربة امير المؤمنين عليه السلام اشتركوا في القناة